سنقرأ للعشر أيام القادمات كشف روحاني عن طريقة أراج التارت سنقرأ للبرج صاحب العيون السحريات لديه طاقة روحانية هائلة جدا قادر من خلالها توقع الأحداث القادمة أكيد أنا بحكي عن البرج المائي برج الحوت أتمنى لكم ستسعيد من كل قلبي دي نبدأ بسحب الكروت يا أصدقائي بسم الله إن شاء الله سيبتسم لك الحظ على جميع الأصعدة بخصوصا أنك جاوزت فترة كانت مش سهلة عليك وملئة في العقبات والعراقين بس دائما أصدقائي برج الحوت لكل مشتهد نصيب لديك قدرات هائلة جدا تفوق فيها على الأبراج الآخرين المولود برج الحوت هو عبارة عن مزيج من جميع الأبراج أخذ منهم الصفات الحميدة ولكن تردده في القرارات وأحيانا يشعر في التعب والإرهاق الجسدي بيخليه تأخر بتقدمه بس إذنه كان مركز على أهدافه قادر أنه يحققها بشكل سريع جدا ده بدو فيها عندها تغيرات كثيرة جدا تنتظرك على جميع الأصعدة وإن شاء الله تكون كلياتها إيجابية وبتدفع بمصالحك إلى الأمام نرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون مع مولود برج الحوت هناك شخص يراقبك وهو معجبك كثيرا هذا الشخص من الأبراج النارية أنت تشعر بحبه وإعجابه إلك بس نفس الوقت أنت مش حاسه أنه يعني شريك حياتك أو ممكن تكون معه علاقة عاطفية هذا الشخص رح يصرح لك بإعجابه وحبه إلك وسعيدها رح يكون القرار إلك بالرفض أو أنك تكمل بهذه العلاقة مع هذا الشخص بس كنصيحة لا تأخذ قرار بشكل سريع عشان ما يحدث معك في الفترات الماضية لك تعرضت للغدر من أقرب الناس إلك العزيزين جدا على قلبك وضيعوا عليك أهم أيام حياتك من ناحية من ناحية أخرى ضيعوا عليك فرص عاطفية وستحصل عليها بالفترات القادمة تشعرون في النشاط والحيوية المضاعفة بتزيدكوا إصراراً على التفوق على الجميع من حولك فالحظ يبتسم لك ويدعمك وتشعر أنك قادر تحقق كل الأهداف والطموحات التي تسبو إليها واستلفت الانتباه إليك من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين بس من ناحية أخرى سيحاول أحد الأشخاص يوم شخصين واحد من الأبراج الترابية واحد من الأبراج الهوائية سيحاولوا تشويه سمعتك وتخريب بعض الأعمال عليك لأنك سرقت الأضواء منهم وصرت بالوسط اللي انت فيه رقم واحد ما حدا بتفوق عليك وخصوصاً أنك ستكون بقمة الجمال والأناقة سيطلب العديد من الأشخاص أنهم يستشيروك بعدة أمور مثل النصيحة ما راح تتردد أنك تحكي لهم النصيحة اللي بتدفع بمصالحهم إلى الأمام تشعرون في بعض الآلام في الجسد وخصوصاً بالمفاصل والقدم اليسرى واليد اليمنى حاول القدر المستطاع أنك تركز على لياقتك اذكر التمرينات الصباحية أيام المدارس كانت خمس دقائق بس اثق تماماً هذه الخمس دقائق إنها ستعود لك بالنفع وبالطاقة الإيجابية وسيطر هتقوم بأعمالك بطريقة رائعة جداً أكثر من ما تتوقع هناك بيول لتربية الحيوانات الأليفة مثل القطط أو الكلاب أو الطيور تتمتع بطاقة رائعة جداً راح تقدر من خلالها إنك تفهم على هذه الحيوانات بدون ما يكون فيصلة كلام تكون عارف هذا الحيوان يطلع بالهواء الطلق أو بالدمي أو يوكل ما شاء الله عليكم حنين جداً حتى الحيوانات طغم كل الأمور الإيجابية عيونك فيها حزن شديد جداً وتشعر أحياناً إنه جاء بالك إنك تبكي ولما تبكي أنت نفسك مش عارف عشو بتبكي بس أنا بعرف أنت بتبكي لأنك مش قادر اتعامل الناس زي ما بيعاملوك أنت بتعاملهم بكل الحب والتقدير وعمرك ما رديت حدا خائب لما هؤلاء الأشخاص بدلوا إحسانك في الإساءة وآدوك كثير وتعرضت للكثير من الأعمال السحرية والأعمال السفلية لا تحزن يا صديقي أنت عملت بأصلك لهو ذهب صافي وهم عملوا بأصلهم اللي طلع حديد مصدي لنكمل يا أصدقائي استكثروا من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن كنوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سيران الأقدام أو بمراكبك أو بمركبتك الخاصة حاول يا صديقي يا برج اعلم يا صديقي يا برج الحوت أن الحادث عبارة عن ثانية وحدة ممكن يصير معك لسمح الله بسبب الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك رح تسبب لك بعض السرحان وشردان الدهن الله يحماك بحمايته ويبعد عنك قل مكروه هناك شخص سيحاول خداعك ونصب عليك بمبلغ مادي وستكون طريقة هذا الشخص أنه سيزين أمر ما أمامك لكي أنت تشتري ويحيكون عبارة عن نصب واحتيال هذا الشخص كالثعبان أمامك حسك أنه معاك واحسن الأشخاص إلك بس ما رح يتردد بغدرك وصرقتك حاول حاول قدر المستطاع أنك تعيد الدراسة بكل شيء قبل ما توافق عليها وخصوصا في الأمور اللي فيها منبالغ مادية كبيرة من ناحية أخرى تشتد الخلافات بينك وبين أحد أفراد العائلة بسبب مرأة تزرع الفتنة بينك وبين هذا الشخص علماً هذا الشخص انت وياه علاقتك كانت ممتازة جداً ولكن يا صديقي العلاقة بين الأهل أو الإخوان لما يصير فيها جروح الدم على بعض الضقيل حاول قدر المستطاع أن تقلب السحر على الساحر وتحول الموضوع لهذا الشخص اللي يزرع الفتنة انت قادر وبكل سهولة إذا حافظت على هدوء أعصابك أنت بحال طبعك أقل إشي يعني بذاهجك ممكن أنك تعصد ويطلع صوتك وسعيتها بتبين أنك يعني بموقف ضعيف عشان هيك أنت معصد ما بعرف أنت هيك مظلوم أما لما تكون هذه الأعصاب بتسيطر على الأشخاص اللي من حولك وبتقدر تحقق كل الأهداف اللي بدك إياها وسعيتها بتقدر تقلب السحر على الساحر الله يقويك على هذا الشخص السيء جدا لأن يا أصدقائي الفتنة أشد من القتل نكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع صديقنا مولود بورج الحوت هناك شي أنت تبحث عنه كثيرا مثل إيشي ثمين وضاع منك هذا الشي ستلاقي بإذن الله تعالى الله ينور عليك وينور على بصيرتك فسا بش كل شي أصدقائي يعني أنه القيمة المالية يعني على سمثال أنا الخاتم هذا يا أصدقائي العقيق الفيروزي أنا عندي إياه قيمته عالي جدا لدرجة ما ببدله ابتمن هذا الشي اللي بحكي لك عنه هو نفس القافية فستشعر في السعادة لأنك كنت تشعر أنه هذا الشي كان يمدك بالحظ الإضافي نقبل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع مولود برج الحوت سينزاح الغباش مع عيونك ورح تقدر تعرف صديقك من عدوك ما رح تتردد إنك توقف هذول الأشخاص عند حدهم وتنهي علاقتك فيهم بشكل نهائي تشعر بالوحدة رغم كثرة الناس حولك اعلم يا صديقي برج الحوت مش كل أصابعك واحد واللي صار معك في الماضي اقلب له إيجابة لأن الحياة مدرسة والمسلم لا يلدغ مرتين بسم الله ممتاز ممتاز الأمور المالية ستكون ممتازة جدا وهناك عرض على عمل مشترك بينك وبين شخص المقربين من حولك هذا الشخص انت وياه ستكون نقبل يا أصدقائي نرى كاف الأحداث بإذن الله تعالى تزداد ثقتك بنفسك وتشعر انك قادر تقوم بأي أمر ما وما فيه إشي عندك صعب والأشخاص المقبلين عمتحانات داخلية أو خارجية رح يبلوا بلاء حسن ويحققوا نتائج رائعة جدا يفتخروا فيها يتفوقوا على الجميع المنافسين من الزملاء اللي حولهم بسم الله تزداد رقبتك في السفر إلى دولة أقرأ لأنك تشعر أنك بالدولة اللي انت قائم عليها أنك مش قادر تحقق أهدافك وطموحاتك التي تسبو إليها استستعين ببعض الأصدقاء من مواقع التواصل لكي تعزز فرصتك في مجال السفر نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو قل آخر شهر لما بحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي هذه القراءة أما القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله بنلاقي لها حل كل الحب التقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أفضل بإذن الله مع محمد الزين